صباح لكير ميزون شو أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله كل الأشخاص أكيد اللي حابين يعرفوا عن توافق أبراجهم مع الأبراج الأخرى أو آخر التوقعات الفلكية لأبراجهم أكيد بقدر أنهم يتواصلوا معنا مين بدنا نبلش؟ عم نحكي عن العشر أيام الأخيرة من الشهر لكل الأبراج نحكي للأسد يلا مبارح حكينا من الميزان للحوت أوكي الأسد العشر أيام الأخيرة بدك نهائي ما تتطلع للأمور اللي حصلت بالسابق وما تتشتت أفكارك لأنه هاي المسألة تأثر عليك بشكل سلبي لآخر السنة سواء كانت مسائل قانونية أو مسائل اجتماعية كمان بدك تكون تبعد عن العصبية والتوتر وتحل مشاكلك بشكل دبلوماسي العاطفة تغير بالروتين يخدم مصالحك ويعمل تجديد بالحياة وتعيش السعادة مع الشريك نعم مين بدك كمان؟ هاتي نشوف ناخذ العقرب يلا العشر أيام الأخيرة في تطورات إيجابية عالية المستوى ممكن غير متوقعة فيها شوية مطبات ولكن رح تكون قادرة على تجاوزها خاصة إذا كان في شريك عملي يعني إذا في عندك شريك ممكن تكون المطبات أقوى أفكار جديدة تسيطر عليك مثل الشعور بأنك بدك تهاجر تسافر تغير بيت تغير مكان عمل كل هذه الأمور بدك شوي تتخلص منها بسرعة وتأجلها للعشر أيام الأولى من الشهر الجاي بيكون أفضل التغيير الروتيني اليومي يخدم مصالحك ويخدم سعادتك أيضا على المستوى العاطفي طيب مين كمان؟ نحكي للثور العشر أيام الأخيرة هي فترة عاطفية مطلقة لذلك بدك تتخذ قرار عاطفي ممكن وممكن أيضا تحل مشاكلك بهاي الفترة إذا كان موجودة مشاكل عاطفية ولكن بدك تتخذ إجراءات مناسبة لتتخذ قرارات مصيرية بهاي الفترة لأن القلب هو اللي يمسيطر على قراراتك لذلك تأجيلها بيكون أفضل كذلك على المستوى العاطفي في سعادة غامرة لبرج الثور وغير المرتبطين الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب حكينا إذن هلأ ثور وعقرب ومين كمان؟ وأسد نحكي للحمل الحمل الفترة الأخيرة هاي فيها عليك أن تتعامل بشكل جيد مع قرارات قديمة ممكن تكون سفر أو عقد عمل كنت قد بدأت في معاملة بدأت فيها بفترة ماضية وبدأك لحتى ترجع تفتحها مرة ثانية لابد من استشارة ذوي الشأن لابد من أنه تكون دراسة معمقة قبل ما تدخل بأي شيء من الماضي أيضاً هي فترة جيدة جداً على المستوى العاطفي للمصالحة ووضع النقاط على الحروف وممكن غير مرتبطين في عندهم تأجيل بالقرارات العاطفية بهذه الفترة ضل عندنا آخر برجة إيهاب شو بتختاري ميسون؟ ناخذ الجوزاء العاشرة أيام الأخيرة هي جيدة لحصد ثمار كل ما قمت فيه من بداية السنة وهذه الفترة هي جداً ممتازة أعتبرها من أكثر الأبراج المحظوظة بالشهر الماضي وهذا الشهر برج الجوزاء تزداد ثقتك بنفسك تتعامل مع الأمور بجدية وتحط النقاط على الحروف العاطفة فترة جيدة وتنتهي بعض السلبيات من بعض العلاقات إيجاد الحلول المناسبة بالوقت المناسب وتعيش السعادة نعم شكراً لإلك ميسون شكراً لكل أشخاص اللي تابعوني اليوم سواء سمعونا عبر راديو روتانا أو شافونا عبر شاشة عمان تيفي إن شاء الله غداً يتجدد اللقاء شكراً للمشاهدة